الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 دائرة فتح وحدة التحكم في مضخة الوقود ماذا يعني ذلك؟ ينطبق رمز مشكلة تشخيص المشاكل العامة DTC هذا عادة على جميع مركبات OBD2 المجهزة بوحدة تحكم في مضخة الوقود قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من فورد، شيفرولي، دوج، كريسلر، أودي، فولكسفاغن، مازيدا، وما إلى ذلك في الأنظمة القديمة، تتطلب المركبات ضغط وقود قليل جيدا، في هذه الأيام من ناحية أخرى، مع اختراع حقن الوقود وأنظمة أخرى، تتطلب سياراتنا ضغوط وقود أعلى، تلبي وحدة التحكم في المحرك ACM احتياجاتنا من الوقود من خلال الاعتماد على وحدة مضخة الوقود لتنظيم الضغوط داخل نظام الوقود، مضخة الوقود نفسها مسؤولة عن توصيل الوقود للمحرك من الواضح أن الفشل هنا واضح للغاية لأن سيارتك قد لا تبدأ حتى الأشياء الثلاثة الرئيسية التي يحتاج محرك الاحتراق الداخلي إلى تشغيلها هي الهواء والوقود والشرر، أي شخص من هؤلاء المفقودين ومحركك لن يعمل يقوم ACM بتنشيط P025A والرموز المرتبطة به عندما يراقب حالة واحدة أو مضاعفات خارج نطاق كهربائي محدد داخل وحدة التحكم في مضخة الوقود أو دائرتها يمكن أن يحدث هذا بسبب مشكلة ميكانيكية أو كهربائية العمل مع حول هذه المادة المتطايرة يجعل من الخطير إلى حد ما تشخيص أو إصلاح أي شيء هنا لذا تأكد من أنك مدرب بشكل صحيح وأنك على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها P025A يتم تعيين رمز دائرة التحكم في وحدة مضخة الوقود عندما يراقب ACM عطلا عاما أو دائرة مفتوحة داخل وحدة مضخة الوقود أو دائرتها وهي واحدة من أربعة رموز ذات صلة وهي P025A وP025B وP025C وP025D ما مدى خطورة هذا DTC؟ أود أن أقول أن شدة هذا الرمز ستحدده أعراضك إذا لم تبدأ سيارتك فسيكون ذلك شديدا من ناحية أخرى إذا كانت سيارتك تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر المسافة المقطوعة بالوقود وكان هذا الرمز نشطا فهذا ليس موقفا شديد الخطورة ومع ذلك قد يؤدي تجاهل أي خطأ إلى مزيد من الوقت والتكاليف مثال على وحدة التحكم في مضخة الوقود ما هي بعض أعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P025A ما يلي لن يتم تشغيل المحرك بدء تشغيل الصعب توقف المحرك عدد الكيلومترات المقطوعة في الوقود ضعيفة مستوى الوقود غير دقيق رائحة الوقود ضعف أداء المحرك ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب هذا الرمز ما يلي وحدة مضخة الوقود المعيبة حطام مضخة الوقود المعيب في شاشة مضخة الوقود مشكلة الأسلاك على سبيل المثال الأسلاك المتوترة المنصهرة القطع الفتح مشكلة الموصل على سبيل المثال الإنصهار قطع الاتصال الاتصالات المتقطعة مشكلة ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P025A تأكد من التحقق من نشارات الخدمات الفنية لسيارتك يمكن أن يوفر لك الوصول إلى إصلاح معروف الوقت والمال أثناء تشخيص الأدوات بعض الأشياء التي قد تحتاجها عند تشخيص أو إصلاح دوائر وأنظمة مضخة الوقود قارئ رمز أو بي دي متعدد المقابس مجموعة السقاطة الأساسية ومجموعات المفكات الأساسية مجموعة مفك البراغ الأساسية منظف نهاية البطارية دليل الخدمة نصائح السلامة دع المحرك يبرد عجلات التباشير ارتداء معدات الوقاية الشخصية شخصية معدات الحماية ملاحظة تحقق دائما من سلامة البطارية ونظام الشحن وسجلها قبل إجراء المزيد من عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الخطوة الأساسية رقم واحد إذا لم تبدأ سيارتك فهناك طريقة واحدة سهلة للغاية لتشخيص الفناء الخلفي إذا كانت سيارتك مجهزة بمضخة وقود مثبتة داخل خزان الوقود فيمكنك أن تضرب الخزان بمطرقة مطاطية لإخراج الحطام من المضخة أثناء محاولة شخص ما تشغيل السيارة إذا اشتعلت سيارتك عند القيام بذلك فقد اكتمل التشخيص فأنت بحاجة إلى استبدال مضخة الوقود نفسها ملاحظة عند تشخيص إصلاح أي شيء يتضمن نظام الوقود تأكد من عدم وجود تسرب للوقود يعد العمل حول الوقود باستخدام الأدوات المعدنية خطرا يمكن تجنبه كن حذرا الخطوة الأساسية رقم 2 قم بإلقاء نظرة خاطفة على الموصلات والأسلاك نظرا لموقع معظم مضخات ودوائر الوقود فقد يكون من الصعب الوصول إليها قد تضطر إلى رفع السيارة بطريقة أو بأخرى المنحدرات الرافعة المدرجات الرافعة الخ للوصول بشكل أفضل إلى الموصلات عدتا ما تكون أحزمة المضخة عرضة للظروف القاسية حيث يتم توجيه معظمها تحت السيارة تأكد من أن الموصلات مثبتة بشكل صحيح وأنها غير تالفة ملاحظة في بعض الأحيان يتم توجيه هذه الحزام على طول قطبان الإطار وألواح الروك وغيرها من الأماكن التي يكون فيها ضغط الأسلاك شائعا مصيحة أساسية هاش ثلاثة اختبر المضخة قد لا يكون اختبار مضخة الوقود مهمة سهلة إذا كان موصل مضخة الوقود يمكن الوصول إليه فيمكنك استخدام جهاز القياس المتعدد الخاص بك لإجراء سلسلة من الاختبارات للتحقق من وظيفة مضخة الوقود نفسها ملاحظة ارجع إلى دليل الخدمة الخاص بك لمعرفة الاختبارات المحددة التي يمكن إجراؤها هنا لا يوجد اختبار عام هنا لذا تأكد من أن لديك المعلومات الصحيحة قبل المتابعة الخطوة الأساسية رقم 4 هل هناك مصهر ربما تتابع إذا كان الأمر كذلك تحقق من هذه على وجه التحديد قد يؤدي المصهر المنفوخ إلى حالة مفتوحة مع الدائرة P025A الخطوة الأساسية رقم 5 للتحقق من سلامة الأسلاك داخل الدائرة قد تتمكن من فصل الدائرة في كل من مضخة الوقود وACM إذا كان ذلك ممكن يمكنك إجراء سلسلة من الاختبارات لتحديد 1- إذا كان هناك خلل في الأسلاك أو 2- ما هو نوع الخطأ الموجود ترجمة نانسي قنقر